السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أشكر مستشفى الأهلية طبعاً أنا كنت في آخر رمضان شعرت بتعب شديد جداً في سناني ففي بعض الزملاء قالولي إيه؟ روح مستشفى الأهلية طبعاً من شدة القلم جيت هنا بالليل أود أن أشكر برضو لدكتور كشور بسم الله ومشاء الله رجل الإكسبرينس فلما جيت هنا طبعاً أنا كان عندي مشكلة بين الدروس وبعدها روحت قبل كده كشفت في مستشفيات كتير بس ما كانوش عارفين إيه اللعاب اللي موجود بالنسبة لبان الدرسين وبعض تمام؟ لأن كان فيه تقريباً جاب وكل ما أكشف محدش يلاحظ التعب فين أو العاب جاي منين فطبعاً هنا الدكتور كشور اضطر أنه قال المفروض أن أنت تعمل إكسري أو أشعة نزلت عملت أشعة طبعاً أنا بقوله أن ده ممكن يكون التهاب في عصب أو حاجة لأن أنا يعني ألم شديد جداً جداً قال لي لا المشكلة مش في حكاية أني مثلاً فيه ألم في العصب أو غيره لا فيه جاب كتير الجاب ده موجود ما بين الدرسين وبعض فبيدخل ما بينه وبين بعض الأكل فبيسبب لك المشكلة والألم ده تمام؟ ابتدت أخذ العلاج زي ما حضرته بيقول وتعامل مع العلاج الحمد لله ارتحت المدة الخمس أيام اللي الدكتور كشور قال عليهم تمام؟ بدأت أجع هنا جيت قبل العيد بيوم طبعاً دكتور كشور يعني راجل قلبه طيب جداً فقال لي لازم إن أنت تحتفل بالعيد مع زميلك ما ينفعش إن أنا أبتدي إن أنا أعملك يعني ده يعني شبه حشو وفي نفس الوقت هيفتح ما بين الدرسين وبعض فحاول أنت يعني تفرح بالعيد وبعد ما تفرح بالعيد تيجي هنا ونعملك اللازم يعني حاول أنت تستمتع بالعيد مع زملائك وبعد ما تستمتع أنا موجود نعملك اللازم والعين مهم الحمد لله جيت هنا طبعاً هو ما شاء الله وهو بشتغل في دراسي أساساً أنا كنت خايف جداً يعني يعني ما بين الدرسين كنت خايف جداً على أساس يعني من شدة الألم اللي عندي والله هو أتعامل معايا ما حسيت بأي ألم تمام؟ والحمد لله الحاجة الثانية اللي أنا يعني بشكر بها برضو مستشفى الأهلية إن ممكن أكون أنا مشغول في الشغل كتير باجي أدور أو أنسى معادي مثلاً بالنسبة للوقت اللي أنا هاجي فيه باجي أدور ألاقي إن هما اللي بتصلوا قريدي هما بتصلوا عليها وبيذكروني بالمعاد وإن شاء الله تجينا في المعاد الفلاني فهم عندهم حرص على المريض أكتر من نفسه فأنا بشكر مستشفى الأهلية جداً وأخصان الدكتور كشور وكل عام وأنتم بخير